غزوة ذي قرد وقعت غزوة ذي قرد قبل غزوة خيبر بثلاثة أيام وتسمى أيضا غزوة الغابة وكان بطل هذه الغزوة سلامة بن الأكوع رضي الله عنه سبب هذه الغزوة أن عبد الرحمن ابن عيينة ابن حصن ومن معه هجموا على أطراف المدينة وأخذوا عشرين ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا أحد المسلمين وهرب لحقهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ركضا على قدميه ومعه نبله وقوسه يرميهم حتى استطاع أن يسترجع عددا من نوق النبي صلى الله عليه وسلم وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصرخ في المدينة الفزع الفزع فترامت الخيول إليه انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسمائة رجل من أصحابه وإذا سلمت بن الأكوع رضي الله عنه قد استرجع كل نوق النبي صلى الله عليه وسلم ولحق أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه فارس النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن بن عيينة بن حصن فأدركه فقتله عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة رواه الإمام مسلم وفي غزوة ذيقرد أو الغابة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بذيقرد يمازحهم ويضاحكهم وقد نحر بلال رضي الله عنه ناقة فهو يشوي من كبيدها وسنامها ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منصورا وقد استرجع نوقه بأبيه وأمه وأصحابه يطوفون به عليه الصلاة والسلام